فراخ ماشوية دهبية في الفرن دايبة ومستوية طحفة بجد راحتها جميلة وطعمها يجنن وطرية جدا جدا بصوا جمال يا خبر يلا بينا نشوف عملناها ازاي تعالي بينا نجيب الفرخة فرخة هتكون وزن كيلو ونص هبتدي قطعها نصين بالطول سواء بقى تقطعيها من عمد السدر كده وبعدين من عمد الظهر او العكس هنقطع الفراخ كويس طبعا احنا غسلناها ومنضفينها ومخلينها زي الفل نقعناها كمان في محلول في ملح وسكر لمدة ساعتين ونشفناها وبقت جهزة معنا عملنا فيها فتحات بالشكل ده وتعالي بينا بقى نجيب حوالي كيلو من البصل على فرختين هقطعهم جوانح ازا ما نشايفين كده كمان جزرتين قرنين فلفل بقى ملح حامي وبارد علشان يدونها طعم حلو جدا تعالي بينا بقى نحط الفراخ في صنية الفرن ونحط لها شوية البهارات المحترمين دول اللي هكتبلك عليهم في الكابشن عندك بقى ببركة مدخنة بصل وتوم بودر بهارات فراخ ملح وفلفل وكمان رشة من بودرة الزعفران حطينا كمان حبهان بودر وجنزبيل كل الكلام ده هيخلي الطعم بتاع الفراخ بجد خطير واللون زا ما نشايفه كده يجنن تعالوا بينا بقى هنبتدي نتبل الفراخ كويس قوي ندخل التدبيلة في الفتحات هنتبل الفراخ برا وجوه علشان تتشرب تماما من التدبيلة هسيب الفراخ تتبل على جنب واجيبه الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض هضيف له طمط مية مبشورة فصين من التم تقطعين شرايح شوية ملح وكمان معلقة كبيرة من العسل الابيض حلوة قوي الكلام ده ادي كمان مرأة خضار او مرأة فراخ فورية ودعاكي كل الخضار بالكلام ده كله وكده بقى معاكي خلطة خضار هتخلي الفراخ طعم وريحة حلوة قوي قوي افردي الخضار كده وبتدي رصي عليه الفراخ بالشكل ده اولا هيدينا طعم حلوة طراوة حلوة للفراخ سانيا هيحمي الفراخ ان هي تلزق في الصاج وهي بتتشوي في الفرن تعالي بينا بقى نغطي الفراخ بتاعتنا الحلوة دي عايز اقولك تنفعك في اي مناسبة في اي عزومة خطيرة هتديها رشة من الزيت وبعد كده ورقة زبدة هتغطيها بورقة الومنيوم تكون يمشغال الفرن على اعلى درجة حرارة ويلا بينا على ارضية الفرن زي ما انت واخدين بالكو احنا محطناش اي سويل معتمدين على السويل اللي هتنزل من الفراخ والخضار بعد ما الفراخ تغلي حوالي نص ساعة بنهدي النار تماما ونسيبها ساعة لساعة ونص على نار هدية وبعد كده بنشيل الغطى علشان نخليها تتحمر تحت الشواية وتعالي بينا نقدمها ونشوف بقى الفراخ وجمالها بجد والله مش قادر اوصف لكو قد ايه كانت طعمة وجميلة لحمتها دايبة وطرية جدا والريحة بتاعتها جابت اخر الشارع بجد وصفة مميزة لازم تجربوها